مش عارف لي بيقفوا عند سن الاربعين ده ويعتبروه حاجز يعني يعتبروه شيء اللي فات حاجة وابتداء من الاربعين ده يبقى حاجة تانية في نس بتقول صرت بالاربعين انا بعكسهم بقول بعدنا بالاربعين فكل السنين اللي قبل الاربعين هن تحضير لمرحلة الاربعين وما فوق لانه بالنسبة لقالي وعن هلأ عن اختبار انا كتير هلأ بحب بحب تفكيري وبحب تطلعاتي للاشياء اكتر من قبل وبحس حالي انه عم شوفها بطريقة احلى وعم عيشها بطريقة احلى عارف انا قلتلك دليل ان انا حسيت انه الكليب اللي نطيت فيه في البسين ده انت بتختبر عمرك يعني انت ايه انت بتقول لا انا بعمل نفس اللي كنت بعمله من عشرين تلاتين سنة انا لسه وراقصة ماهرة وعظيمة بتاعك هايل هلأ لما صورت الكليب ما كنت صرت اربعين ايوه يعني بس على مشارف ما تخفيش انا مش حسيبهم باليوم بس صدقني انا ما يعني ما عندي ما بحسبهم انا عم انا عيش الحياة متل ما هي بزروفها باختباراتها بجمالة باوقات الايام اللي بنمرأ فيها اللي مش حلوة بالايام الحلوة بحس حالي انه لازم استفيد من كل فرصة ومن كل لحظة الحلوة والمش حلوة لانه كل شي رح يعمل مني نانسي اللي انا هلأ ويلي نانسي اللي بدها تستمر بعدين بالحياة كامرأة كزوجة كامرأة كفنانة كانسانة موجودة بالمجتمع بس حسي بتغيير حسي بتغيير في طاقتك في وشك في حسي بتغيير حلو من جوا ومن بره حلو بس انتي برضو محافظة على الضايد بتاعك طريقة اكلك لا اكيد هول اشياء بتتبعون هول اشياء انا واعية عليهم كتير يعني وبقامن فيهم كتير بقامن اكيد بالاكل الصحي بقامن باللياضة على فكرة الرياضة انا بالنسبة لي مهتمة بيها جدا وبالرياضة اكيد يعني الاهتمام بالزيت هيدا 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 انا من زمين مبلش معي من ايام التعاش يعني من الستعاش وسبعتاش وثمنتعاش دايما بسأل بنتبه انتو على نظام على طويل يعني مثلا مبارح باللي لا لا مش نظام نظام لا انا لا مش هيدا قصدي قصدي انو حتى لو بدي مثلا ايوا بدي افكس شنهار او شنهارين الشي مبادئ بالاكل وبالرياضة وهيك بفكسها اكيد بس انو المهم انو انا اغلبية الايام واغلبية الوقت ماشي عشي انتبه انا مقتنعة ومبسوطة فيه يعني انا حابل عم بعمله ما عم بعمله غصبا عني وبعلم ولادي عليه بعمله غصبا عني